في البداية طبعاً إحنا دائماً نسمع عن الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء لو نشرح بس بشكل مبسط ما الفرق وهل فعلاً أنه 75% من الكوليسترول هو يأتي من داخل جسم الإنسان من الكبد؟ صحيح الكوليسترول متما تفضلت نوعين الجيد والسيء السيء هو مادة دهنية تمشي بالدورة الدموية المشكلة أنه هالنوع الكوليسترول السيء الاسمه LDL يترسب على الشريين من داخل الشريين وبالتالي ترسب المستمر يأتي إلى تضيق الشريين وبالتالي انسداد الشريين هذا المصدر خارج لا كله داخل هو المصدر موضوع ثاني أما نوع بالنسبة للنوع السيء مشكلته أنه يلتسق بالشريين أو يترسب على الشريين ويأتي إلى تراكم ترسبات أدي إلى تضيق وبالتالي انسداد الكوليسترول الجيد هو يسحب الكوليسترول السيء من الشرين ويرسله إلى الكبد وبالكبد يطرحه مع الخروج يعني الجيد يساعد على تخلص من السيء تمام الجيد هو ينظف الشرين إذا عملت السيء يترسل على الشرين الجيد ينظف الشرين موصل لموضوعنا الأساسي لليوم اللي هو عادة لما نحكي عن إصابة بالكوليسترول والناس على طول يفكروا أن ناس كبار في السن يعني عادة يكون السبب هو نمط الحياة ولكن لما يصاب الشباب من عمر العشرين إلى الثلاثين أو الأربعين هل السبب هو ويراثي فقط أم أيضا أسلوب الحياة نعم وهو مثل ما ذكرت بالتقرير البداية هو السببين مع بعض ذكرت أنه قسم كبير يأتي من الكبد صحيح ينتج بداخل الجسم وهذا هو السبب الوراثي فيه وبالتالي قسم من ارتفاع الكوليسترول هو ويراثي القسم الثاني هو كمية الكوليسترول الإنسان يأخذها لذلك طبيعة الحياة اللي فيها زيادة الاستعمال أكل المواد الغنية بالكوليسترول البرغر والمآلي والدهون وهي بتزيد الكمية الداخلة للجسم للكوليسترول وبالتالي مجموعة الكوليسترول الكامل بيكون مرتفعة بسبب الوراثي نضعف عليه 50 بالمئة العام الوراثي و50 بالمئة نمط الحياة يعني حسب العمر بالعمر طبعا بالارتفاع الكوليسترول بالفترة الشباب غالبا قسم الوراثي هو الهام جدا فيها كلما تقدم العمر بصير الوراثي مع الاغذائي نعم لكن هن همين ذاتهم همين الوراثي والغذائي في بعض يمكن المعتقدات الخاطئة دعونا في البداية نبدأ مع الأكل موضوع الدهون المشبعة هل هي لها علاقة بالكوليسترول يعني هي التي تتحول إلى كوليسترول سيء أكيد هي الدهون نعم أكيد دهون المشبعة وكل دهون بشكل عام لكن المشبعة بشكل رئيسي بشكلها هي جيدة الزواجي لأنه يوجد دهون جيد نعم هناك دهون جيدة سمك أو فيها الدهون جيدة أو مثلا الجوز أو النتس بشكل عام المكسرات لكن السيئة هي الموجودة بالدهون المشبعة وبالتالي فيها الكوليسترول سيئة كثير خلينا نحكي عن مخاطر لإصابة بالكوليسترول على عمر مبكر نعم ما هي؟ هو تعتمد أنه مدة ارتفاع الكوليسترول عند الإنسان فإذا بدأ ارتفاع الكوليسترول بعمر مبكر معتا الشرين الإنسان متعرضة لفترة أطول من ارتفاع الكوليسترول لو فرضنا عندنا شخص عمره 30 سنة عنده ارتفاع الكوليسترول وشخص ثاني ما عنده ارتفاع الكوليسترول بعمر 30 سنة بعد 20 سنة بعمر الخمسين اللي كان عنده ارتفاع الكوليسترول بدأ بسنة 30 عنده أربع أضعاف احتمال إصابة بأمراض القلب لذلك طول فترة تعرض الجسم لارتفاع الكوليسترول كلما طارت الفترة أكتر كلما زاد احتمال أكتر لذلك إذا بدأت مبكرة بالحياة فهي عنده فترة أطول من التعرض للكوليسترول لذلك هي تأتي بأهمية أنه ارتفاع الكوليسترول عند الشباب إذا متما تفضلت بالتقرير أن بعض الناس بعتقدوا أنه ارتفاع الكوليسترول هو مرض المسنين هل في معدل مختلف يعني مثلا عند الشباب معدل الطبيعة للكوليسترول مختلف عن المعدل أو لا هو معدل ثابت لكل الأعمار بشكل عام هو الرقم الكوليسترول الكامل الكوليسترول لازم يكون تحت الميتين من عمر العشرين نحن نتبره من عمر العشرين وأعلى من العشرين تحت العشرين مفروض تكون تحت الميتين 200 ميلي جرام من تحت العشرين لازم يكون تحت الميتين توتر الكوليسترول من العشرين وبعد العشرين لازم يكون تحت الميتين رقم الكوليسترول الكامل طبعا الرقم الكامل الكوليسترول ما هو بقدر أهمية الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء الكوليسترول الجيد لازم يكون فوق الـ 40 أو 45 حقيقة بالنسبة للرجال وفوق 50 بالنسبة للساء الكوليسترول السيء لازم يكون تحت 130 بكل الأعمار من الـ 20 وفوق الـ 20 سبل الوقاية خاصة إذا الشخص عارف أنه عنده في عامل وراثي يلعب دور في إصابته كيف يمكن يقي نفسه منه؟ أكيد طبعا كل الناس سواء عنده عامل وراثي أو ما عنده عامل وراثي لازم يتبع طبيعة الحياة الصحية بتنقيص أو ابتعاد عن الدهون الأكل المشبع بالدهون يكتر الخضر والفواكه والرياضة. الإنسان عنده قصة عالية بارتفاع الكوليسترول سيكون أهم بكثير له أن يكون حذر أكثر من ابتعاد عن المآلي وعن الدهون ما مدى صحة أن الكوليسترول موجود أو مرضى الكوليسترول لا يجب أن يأكله بيض وربيان؟ هل صحيح؟ لأنه في بعض الدراسات بالنسبة للبيض حتى ثلاث بيضات بالأسبوع البيض المسلوق لا يوجد مشكلة بالنسبة للأوربيان مرتين بالأسبوع لا يوجد مشكلة المشكلة هي حقيقة مثل ما تفضلت بشوهم الأغير المشبع أو الأنسان الشريط الفات التي لديها كمية كبيرة من الكوليسترول السيئ طبعا المآلي الفرايد فود الفاست فود الوجبات السريعة والبرجر والأكل المألي هذا كل يحصل كميات فقرتنا الجاية رح تكون على البريان وفيها لحم أحمر طبعا حابين نعرف خطورة اللحم الأحمر بالنسبة للكوليسترول اللحم الأحمر يحتوي كوليسترول أكثر من اللحم الأبيض هو لحم الدجاج صدور الدجاج هو أكثر شيء الأحمر بالتدريج نعم الأحمر طبعا هو أكثر شيء في لحم الأحمر هو فيه دهون مشبعة بالمقارنة مع اللحم الأبيض اللي هو هو السمك والدجاج طبعا إذا كان للأسف هو مو فقط اللحم هو أنه ما بنضاف للطبخ أثناء الطبخ بنضاف عليه الدهون بنضاف عليه السمن بنضاف عليه الزوط كثير فاللحم بحد ذاته فيه دهون عالي لحم الأحمر والبقار الأبيض وإضافة الدهون بالبرياني يضفوا عليه كثير سمنة لحم ودجاج اليوم راح نشوف بس أسمح لي بآخر سؤال لأنني لم أسمع كثير من الناس يقولوا خصوصا المصابين بالكوليسور العمر الصغير يتحججوا أنه لأنا عندي وراثة شو ما أعمل مستحيل فخلص خلينا أكل ويعني ما هو وراثة أساسا فهل هو فعلا يعالج أو منقدر نتخلص منه بأسه بحياة بغض النظر الذكين العامل وراثة أم لا أنا مثل ما ذكرت اللي عنده قصة وراثة هو عنده لازم يكون حذر أكثر ومهتم أكثر يعمل حمية ورياضة واسلوب حياة أفضل من الإنسان اللي ما عنده وراثة لأنه عنده خطورة أعلى بالتأكيد إذا عنده واحد حالة وراثية ممكن يسيطر بشكل جزئي على ارتفاع الكوليستروب طبيعة الحياة الطيبة الجيدة الرياضة والأكل اللي فيها بشكل جدا سريع لازم يأخذ أدوية ولا يمكن أن يتوقف حتى لو عدل أسلوب حياته تعتمد على المستوى أول شيء يجب أن يعمل فرصة أن يعمل الرياضة والحمية مضبوطة لمدة أشهر شهرين أو ثلاثة إذا لم ينزل الكوليستروب للمستوى المطلوب غالبا سيحتاج دواء مدى الحياة لكن أبناء لا يبدأ بالدواء يجب أن يستعمل كل الأمور الغير دوائية شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور عمر الحلاق استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية شكرا لحضورك معنا وعلى هذه المعلومات طبعا شكرا لحضورك